أمر، أمر إيه بس أنت مفيش ذوق خالص ولا إيه؟ إنتي حمز البطل بلدي بس بيحبوا بعض مش باين؟ مش باين إيه وإنتي قاعدة معنا في البيت عشان تعرفي جابتلي إيه ما بتفهميش أنا ليا الناصرة بتعني؟ غلبان وإنتي جمدة عليه مش أحسب ملقر على اللي أنا نجوز إيه الله يخرب بيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لدينا من المحن أملكها 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 ترجمة نانسي قنقر مخلوف السيد إبراهيم الكافر الفاجر اللي كل ليلة يبقى محفلات فجر وعهر ومزيكة وحشيش وخمرة اللي ما حسبش حسب لعمر ولا ازاي حيقابل الخالق ولا بأي وش وزا كنت انت الشيطان فدول الزبانية وزاي ما حتشوف النار في الاخرة هتشوفها في الدنيا احنا بينا علينا جينا بادري ولا ايه احسن هاربت عشان عارف اكلم معك شوية طب ما انت الازيزة هو يا دفتر وملكت اقفش ومباوس وشينا لين بارح كده كان غيران من شادي مش من حقي ولا ايه انا من حقك طبعا بس شادي صديقي وبعدين هو المدرب بتاعي هو السبب في النجاح اللي انا فيه بس اللي بيعمله ده حاجة عادية يعني لو اي حد ما كانت لازم يعمل معكد هو ما بيعملش حاجة اوفر من عنده على فكرة طب ما ليه موضوع انه هيجي وراك من يمسا ده طب نعم طبrot طبعو رامل! رامل! هتوحشيني قوي يا جميلة وينفي كمان يوب بقولك ايه لما كلمك ترد علي ما تقفليش في وشي سمع ولا لا بطل يبوخ هاي بتخودي باليكم نفسك وانا مش اضخل عليك يا ألو ايوة انا جميلة مخلوف مين معاي يا نهاريسود امتى فين و ازاي ايوة افاني انا بشيك انا بشيك انا بشيك انا بشيك ازاينا بشيك ايوة افاني حرزنا كل حاجة وهنجمعها لغاية بطوع عامن الدولة ما ييجوة افاني تحت عمرك افاني ولاد كلب محدش فيهم ردي يروح له الاسم طب حقتي والطيارة انت عديك حفلة النهاردة تتحرك نحن هناك نحن هناك هم على الهدف نحن هناك فرغ المكالمات الصدرة والواردة من المبايلات دي وتسلم كل الأرقام اللي جات لهم طول اليوم النهار حاضر يا فندم أنا بعمل كده بس الأرقام كلها مقفولة يبقى أكيد استغنموا الكروت ورموها أستغذل حركة فندم فضل كنت كملت رحلتك عادي يعني لأن وجودك هنا مش هيفين ده موضوع كبير إرهاب وسلاح وحشيش إرهاب وسلاح وحشيش إيه بس لحضرتك أكيد الموضوع في سوق تفاهم يا فندم ده رجل كبير وأكيد في حقا غلط أنا مليش دعوة كبير ولا صغية أنا قدام المبطاطة هي والعوامة تمان بقسم أنا متأكدة أن الموضوع في سوق تفاهم والحاجات دي مش بتاعته أصلا المتابعة باش بابا أنت كويس الحمد لله يا بنتي طب أحكي لنا إيه اللي حصل بالزبط مفيش مش واحد بهاين من الفاكرين نفسهم خلفة لربنا على الأرض يسهل حد وزوم عليها جموا هاجموا علينا وكانوا هيولعوا في العوامة تاري البوليس من رائبهم جموا مابضوا عليهم وعلينا ما تقسلوا الضغط هشي عقد يا ابن الله كويس أبوكي أسهد تمان يا فاندو في رقم من الأرقام اللي تصل بالعالي إرهابين بيريني خليك وراء شكرا 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 اشتركوا في القناة